طيب أبدأ معك يا جزار وعايز أعرف الفرق ما بين لقاء السوبر ولقاء الغد رغم من الفرق الزمن ما بين المباراتين نحن نتكلم في حوالي 4 شهور أو 3 شهور صحيح الفرق كبير بالنسبة لفريق الرجاء البيضاء والمغربي الرجاء في شهر أبريل مش هو نفسه الرجاء في شهر ديسمبر والرجاء اللي كان عانى أو تم إقالة مدربه ويمكن كان فوز الأهلي ببطولة السوبر عملت ألأ كبير جدا في صفوف فريق الرجاء جاء طبعا رشيد التوصي وهو من المدربين اللي لهم ذكريات سيئة مع النادي الأهلي لو تتذكر مبارات وفاق سطيف لما هو كان مدرب في نصف النهائي موسم 2017-2018 الأهلي فاز هنا في القاهرة 2-0 أو 3-0 وخسر هناك 2-1 وتأهلنا للنهائي لما خسرنا من الترجي فطبعا رشيد التوصي جاء بدأ الأمور من الناحية الفنية وممكن كريم يتكلم في الأمور الفنية أكتر مني بدأ يغير كتير جدا واعتقد أنه هو هيغير أكتر كمان في مبارات بكرة هنشوف فيه تأمين دفاعي هيحاول يلعب بشكل فيه اتزان قدام النادي الأهلي لأنه عارف النادي الأهلي هيدخل بالقوات ضريبة وعايز أنه يسجل أهداف كتير عشان يروح مرتاح ويمكن هو اللاعب كمان في الحتة النفسية موضوع الجحيم مركب محمد الخامس لكن إن شاء الله ما فيش جحيم على النادي الأهلي الرجاء جاب تسع لعيبة منهم اتنين لعيبة إعارة في فترة الانتقالات الشتوية فرقة طبعا مش سهلة كمان عندهم حافز إنهم من تسعة وتسعين ما فازوش ببطولة دورة أبطال أفريقيا فعايزين دكون دي بوابة العبور ليهم لكن أنا شايف النادي الأهلي مهما بيتغير ظروف موضوع التشكيل والغيابات لما بتتكلم عن بدر بنون وعايز أقف عند نقطة بدر بنون لما يغيب عندك لعيب غير كتير جدا في المنظومة الدفاعية وعمل إضافة كبيرة جدا ولا المدرب بيشتكي ولا اللعبة بتشتكي يعني أنا شايف إن لو فيه مدرب تاني غير موسيماني كنت هتلاقيه في كل مؤتمر صحفي يطلع يقول أكرم توفيق وبدر بنون دول غيابات لكن لا المدرب دايما بيقول الغيابات إحنا سقاتنا كبيرة في كل اللعبة الموجودة إحنا الإصابات بيتعرض لها أي فريق ويمكن دولة من العناصر المهمة ففيه أمور فنية تغيرت بالنسبة للرجاء على الصعيد الفني وعلى الصعيد التعاقدات فيه إصابات بالنسبة للنادي الأهلي لكن تبقى الشخصية شخصية النادي الأهلي في المباراة الكبيرة وخبرة اللعبة والحافز الموجود وخسارة مباراة المصري الناس كتير زعلت جدا من مباراة المصري وبدأت كالعادة تفتح النار على مسيماني وعلى لعبة الأهلي لكن أنا شايفها خصارة صحية هتخلي اللعبة تدخل برغبة كبيرة جدا في التعويض لأن الأهلي مش متعود أنه يخسر مباراتين وراء بعض فإن شاء الله بإذن الله الأمور بكرة اللعبة تكون في الكامل تركزها إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون في الموعد نفكر الأول في مباراة القاهرة وبعد كده نشوف إزاي هنتعامل في مباراة مركب محمد الخمس ترجمة نانسي قنقر